أتعدّاك أن تناظرني بالناظرح الهواء مباشرة والله انت على الهواء انت على الهواء مباشرة عايز تنزل تحت المية مفيش مشكلة سيدنا الجليل سلام عليكم مولانا سيدنا الجليل بعد روحي سيد حياك حياك الله بعد قلبي السيد حسيني حياك الله هل تسمح لي أن أقرأ عليك آية من القرآن؟ تسمح لي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فهل أنزل الله في كتابه دليل لحظة لحظة إمامة عصمة رجعة أم أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم؟ سماحة السيد سماحة السيد لحظة نعم سماحة السيد جزاك الله خير جزاك يعني قراءتك حقيقة قراءتك جيدة جداً أخي ما صرحك عشان ما ليتصدبش أنا من أهل السنة أنت كده عرفتني لإن المعنمين ما بعرفوش يقرأوا قرآن؟ أنا سني حياك والله والله شوف خلي أقول لك نعم أنت فاهتك لأن أنت تصور أنه أنت تضحك علينا خلاص اقرأ أنت الآية وتحدك تقرأ الآية لأنا قرأت الآية رقم 40 من سورة يوسف وأنت معنم كبير أقول لك يا جبناء شكراً لأنني أصدعت رؤوسكم شكراً رمي ملاتكم رامي عيسى وملات وليد اسماعيل أنا رامي عيسى حياك أنا رامي عيسى وشكراً لسبك لي دلوقتي بقى هل عندك دليل على الإمامة أو العسمة أو الرجعة أو الطقية أو خمس المكاسم ولا هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بيامن سلطان أمر ابن حنطمة حنطمة ربنا يخليك لهم حنطمة خلينا بقى أرجع وأسألك تاني عندك دليل يا شيخ أنا بقرأ عليك قرآن وحضرتك بتقول سيد أهل البيت ما كانش دي أخلاقهم دي أخلاق البهايم أنت مش حضرتك سيد سؤال أسئلك سؤال أسئلك تفضل تتدلل تتدلل تفضل أنت تتصور أنه طلعان جاء أسجلك خاطب طلعا كده سجل وأنت في بث مباشر الكل بيسمع لك وأنا بقول لك أهوة سلني سلوني أنا سجاركم شكراً أنت سجرنا أنا خايف لما العيل تكون سبعك وتلتشك على جفاك أنا اللي بيقول سجار ده بياخد على جفاء على طول أرجع وأقول لك سلني سلوني قبل أن تفقدوني أسمع سؤالي لك تفضل مخنس شكراً ممكن أقول لك ده المخنس ده بوك بس أنا مش أقوله لك لإني محترم تفضل عثمان الخميس ماليش دعوا بالشيخ عثمان الخميس اسألني من القرآن أو السنة بالله عليك يا سماحة السيد إمالت سيد وعمامتك وقاعدت تقولي سجاركم ومسجاركم اسألتك في القرآن تهربت قلت لك إذا حددك تكرأ الآية تهربت لأن المعاممين لا يعلمون إلا المتعة والخمس خلاص هتسألني مالا تسألني عن أشخاص اسألني عن القرآن والسنة سل عما تريد في عقيداتك أسمع سؤالي تفضل يا بو فرار سل أثمان الخميس عند فيديو يصرح به نعم يقول إن أمر بن الخطاب فيه أبنة طيب طيب أولاً الفيديو اللي انت بتقول عليه ده من قناة وصال الشيخ عثمان حفظه الله كان بيقرأ كلام ابن الزنديقة المشرك ابن الكافر النقمة الجزائري اللي انت بتسميه العالم العامل الكامل البدل صدر الحكماء ورئيس العلماء وسيدنا عالي زوج بنته لعمر انت آه ممكن يجي لك واحد من المخنيس العالي اللي عندكم اللي بيروحوا الحسانية بيدج حسن هنا كده واحنا هنا وينفق شفايفه آه ده ممكن تزوجه بنتك أو انت ممكن تتزوجه لأن عندكم عشق الغلمان الحسان لكن سيدنا عالي عمره ما يزوج بنته حد فيها كده أجابتك تعالى بقى نرجع للقرآن الكريم واسيب الحاجة اللي قاعدة تلعب فيك دية ان شاء الله ترتاح قريبا بإذن الله تبارك وتعالى في زب التحقيقات عنده وصفة حلوة عملها في الواد حمير المشارشرة بقى ابعتها لك ونرجع أنا وانت إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم عندك دليل على الإمامة أو العصمة أو هذه العقائد؟ يا زوج البراء شكرا انت بتحاول تجورني انت سيد كبير عند الشيعة دي أخلاقكم يعني انت مفروض انت بتقول انك بتتكلم بأخلاق أهل البيت هل هذه أخلاق قال البيت يا سيد؟ أنا نصيحة لك والله هذه أخلاق لا تمت للإسلام بصلة النبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا مش السباب يا مخنث يا ابن كذا يا ابن ليه سمحت السيد؟ ليه تنصر دينك بالسب ولا؟ هذا ليس انتصار للدين بالعكس هذا تأتي بوبل عليك وعلى المستمع الآن قراءة القرآن قراءة القرآن والإجادة بالتلاوة مو حج على العقيدة وإلا احنا قبل أيام في المملكة العربية السعودية فتاة إيرانية حازت على المركز الأول بالتلاوة جميل جدا هل المرأة دي أحسن منك؟ عايزين نشوف قراءتك وقراءة النسوان فإحنا انت بتقول هوا اسمعنا قراءة النسوان وانت بتقول حازت على التلاوة عايزين بقى شيخها السيد انت السيد اقرأ لنا الآية لانا قرأتها الآية رقم أربعين من سورة يا عم بلاجدي اقرأ آية القرصي وتحدك أن لا تخطئ أكثر من ثلاث أخطاء في آية القرصي وانت سيد كبير تفضل يا مخنث اسمع يا جبان يا مخنث شكرا مش هرد عليكم مش هنزل لان في جمهور بيستمع الآل سنة وشيعة وعارفين ما انا قلت لك اقرأ آية القرصي الشيطان قاعد يلعب لك في فانا عارف هتبدأ بقى تسخن وتشتم وبتاع خلني بعد الحلقة اديك الوصفة بس ما تسبش وخليك مؤدب علشان معانا أسر هل تستطيع قراءة آية القرصي دون ان تخطئ أكثر من ثلاث أخطاء؟ لي خطيئة في يوم الدين اسمع عثمان الخميس ليش دعا عب عثمان الخميس بقى الله يحفظه انا عايز منك انت يا سماحة السيد نسمي نفسك السيد حسيني حسيني الوجود فيا حسيني الوجود هل ممكن علشان يبين للناس ان رمي عيسى من أتباع الحسين والسيد الحسيني ده من أتباع الشيطان احنا عادينا ان الشيطان يفر من آية القرصي فاحنا بنقولك الان اقرأ آية القرصي انا سيدي ومولايا الحسين رضي الله عنه تعلمت منه القرآن الكريم علمت انه يحب القرآن ويقرأ القرآن فتعلمت ذلك لاني اقتدي بالامام الحسين انت بقى بتقتدي بامامك ابليس ولا مين اقرأ آية القرصي وبدون سب يعني حاول تدخل لسان الحرباء التويل ده في فمك وانت بتسب واقرأ لنا آية القرصي اقرأ عقلاء الشيع بيستمعوا يا سيد الشيع الاكبر انا طبعا مش عايزة اطول معك اكثر من ذلك ظننت ان مقرأ عليك القرآن قد تهتدي ولكن حتى وان لم تهتدي الحمدلله ظهر الحق لعقلاء الشيع الموجودين معنا عالموا انكم ايها السادة تعجزون عن قرأة آية واحدة من القرآن الكريم انت الان سلني عن اي شيء في القرآن وانا اجيبك شوف ثقتي مع اني من عوام اهل السنة لست بعالم او بشيخ انا من عوام اهل السنة ولثقتي في ديني اقول لك سلني عن اي شيء في القرآن الكريم فلا يؤده الان اتقلك بهذه الآية لا اقرأها تاني اقرأها تاني اقرأها تاني فلا يؤده اقرأها تاني اسمعني بس اقرأها تاني بالله عليك يا سماحة السيد اقرأها تاني اقرأ لنا اية الكرس تاني اقرأ لنا اية الكرس اقرأ لنا اية الكرس طيب طيب اقرأ اية الكرس يلا اقرأ اية الكرس يلا يلا اقرأ اية الكرس الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض فتح المسلم ما الذي يتفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بشيء من علمه عد عليك إضغام حفظهما مش حفظهما حفظهما يا سماحة السيد مش عارف تكرق حفظهما زي الأستاذ علاء بسكين التنبرح ما كان بيكرق خربها حفظهما عنده إلا بإذنه حفظهما يا سيء اسمعني بس يا حسين أنا مش عايز أقولك سيد حفظهما بالضم يا سماحة السيد آية الكرسي مش عارف تكرقها وإنت سيد كبير عند الشيعة يعني شاء الله عز وجل أن يجعل هناك بعد الصفة عندهم علم منه زاخر علم منه بالغيبي علم منه بأمور غير حاضرة لغيرهم كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير ما هي دي بقى الإجابة لأنا جبت لك إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان النبي يقول لا يعلم الغيب وإنت بتقول الأئمة وبيعلم الغيب أسماء سميتموها أئمة منصبين يعلمون الغيب دليلك إن الأئمة يعلمون الغيب من القرآن يا رامي عيسي اتصلت بيه على المازجر اتصلت بيه على المازجر مباشرة الآن بدون سابق علم يا عمي بدون مظلوميات اقرأ قل الآن دليلك على أن الأئمة يعلمون الغيب شنو في موضوع أنك تختاره جميل جدا أنا أختاره قلت لك لدم أنا أختاره هاتلي دينك من القرآن الكريم بأي محكمة أي عقيدة أنت تحبها من القرآن الكريم بأي محكمة أتعداك أن تناظرني جميل والله أنت على الهواء أنت على الهواء مباشرة عايز تنزل تحت المية ما فيش مشكلة أنت قاعد على الهواء ما المفكر نفسك قاعد على إيه سماحة السيد عمود سماحة السيد الحسين أنت على الهواء الآن أنت على الهواء اتفضل الآن المناظرة هو القرآن في يد هو معيشة للقرآن هو ولا محضر أي شيء معيشة للقرآن هو وإثبت لنا دينك وأنت على الهواء يستمع إليك السنة والشيعة الآن أنا أعطي قصتك رامي عيسى جبال هذا رامي عيسى كان في مصر وكان هناك شخص اسمه البراك هذا البراك ابتليه بخصلتين ملعونتين أولا النصب لآل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه والخصلة الثانية الزنيمة أنه يحب الرجال يحب الرجال يعني من القوم الذين كانوا يعملون الخبائث في زمن لوط عليه السلام ينفحون الرجال هو حال عمر بن حنطمة يعني ابن حنطمة المهم أنت قلت بقى رامي عيسى ماله في الموضوع يعني رامي عيسى ماله حنطمة رامي عيسى ماله يا بهيمة أنت ما تتاهم عمر نجاء من الزنا النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بنته يا بهيمة إخواتك يا بهيمة إخوانك كيف النبي صلى الله عليه النبي في دين أمك يعني يتزوج من الزنا ومن سلالات الزنا والإمام علي زوج بنته من الزنا وانت مفقر اللي بيحصل في البيت عندكم دوت يحصل مع النبي وقال البيت لا اللي ما بينك وما بين مراتك وعيالك ده خليف جنب تاني كل أئمتكم مقبولين طيب أنت بتقول دلوقتي فيه رجال اسمه البراق واتى إلى مصر اتى إلى مصر لا 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 أتى إلى مصر وبعدين رمي عيسى القصة دي اختلقتها كيف يعني أنت مش مستحي وانت بتكذب أنك بتقول فيه شخص كان بيفعل فعل قوم الوض وبعدين أتى لمصر لرمي عيسى هذا تاريخكم طيب تباهل تباهل أن أنا أعرف شخص بهذه الصفة وإني قابلته في مصر تباهل أمام الجميع وانت سيد شيعي كبير تباهل لا 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 تباهل تباهل والسنة والشعب يسمعوا الآن تباهل على نفسك وأهلك إن كلامك حق وانا أباهل إن كلامك بطل تباهل 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 شكرا تباهل إن في شخص أتى بهذه عرفتم يا عقلاء الشيعة إن هؤلاء بيكذبون عليكم والله يا عقلاء الشيعة ستقفون بين أيدي الله تبارك وتعالى شفت الكذب عيني عينك وصل لحد فين ورب الكعبة ستقفون بين أيدي الله تبارك وتعالى وستسألون كيف كنت تتبع مثل هذه الشخصيات السببية بابا لعانا كيف تتبع مثل هؤلاء اللي لسانهم قذر ولسانه مليء بالقذارة والنتانة والسبت كيف تتبعون أمثل هؤلاء يعني إنت تقف بين أيدي الله تبارك وتعالى وبعدين كذب كذبة كبيرة الآن إن شخص بيفعل هذه الأمور وهو من السعودية وبعدين أتى إلى مصر وبعدين تقابلت يعني وقلت له تباهل على ذلك تباهل 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 من عوام الشيعة فهمت لك ده الكبار يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول تهم عنده باللوات عياذب بالله ويتهمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم السنة قذرة قلنا لكم الدين الرافدي جاء للانتقام من دين الإسلام بعد هدم إمبراطورية قسرة ملئت كلب هؤلاء حقد على الإسلام وعلى المسلم وأي شخص يبين لهم الحقيقة أي شخص يقرأ القرآن عياذا بلا أصبح في كل الصفات الزيئة أنت بترد علينا دين قذر أصلاً يهدي عقلاء الشيعة وأن يأخذ بعديم إلى النور التوحيد ولا تعليق عندي على كلام لأني لا أنزل إلى مستوى هذا القذر لكن الحكم لكل شيء عقل استمع إلى هذا الاتصال المشكلة بيسمي نفسه حسيني الوجود حسيني حسيني الوجود عف وقتي وعف كتبي أو يطلع سباب لعاد على الفقرة جلهم حتى المحورين اللي بيظهر أمامك أنه هو مؤدب والله العظيم أحمد القمامي كاتب لكلام إباحي عن عرد النبي صلى الله عليه وسلم والله ما لو لا حياء لعرضت لكم وبيظهر أمامك أنه هو الولد المؤدب المحترم أحمد القمامي ها فكلهم على مثل هذه ونأخذ سيد آخر آمين ثبتنا الله وإياه خلنا أخذ سيد آخر ألو ألو مرحبا سماحت معك سيد حايدر على الفيسبوك الشيخ حسين الدعم أهلا بك أهل شيخ رامي ليه هاش جدا الشيخ رامي ليه الشذف الشيخ رامي بتقول إيه لما لا تقول حقيقة الحقيقة مرة عايزين بنوحط لها معلقة سكر اتحك بقى يا عم كان عندنا سؤال النهاردة في قول الله عزا بالله بالرعي يا عم يا عم ودني يا عم حسين إيه يا عم حسين بفوهدني كده تعمل حركات دي بيا شيخ حسين أمم بس أنا كان عند سؤال في كتاب الله يتبارك وتعالي أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهذه الصحابة كان أكثرهم مش مشركين عم الصحابة ليسوا من المؤمنين أجب ممكن تقولي الآية دي فين مصحف عائشة يعني مش في المصحف بتاع أمك لا ده جميل جدا الحمد لله يبقى أم المؤمنة عائشة عندها مصحف هذه الآية في سورة يوسف ممكن تقرأ الآية اللي قبلها ما عابل ما عابل حابل هو مشكلة يا شيخ حسين إما الحافظ للاطميات علشان تستطبيها الزينبيات يا شيخ حسين وتطلع السود اللي انت عملت فوهدني ده يا شيخ حسين ومش عارف إزاي النبيات بيعجبهم صوتك إزاي يا شيخ حسين وإنت شيخ كبير أصلع كبير في الحسينية فإزاي شيخ حسين بالله هاليك يعني لا حافظ قرآن إما الحافظ إياه يا شيخ حسين بس خلنا نمسك الآية أنا وإنت مع بع خلنا نمسك الآية المورد لا يخصص الوارد وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون طب ممكن تقرأ الآية اللي قبلها يا شيخ حسين ممكن تقرأ الآية اللي قبلها ما حافظة طب ممكن الآية دي في سورة ايه ما حافظة ما ما ينفعش نمسك جزء يا شيخ حسين يعني مثلا ينفع أنا يا شيخ حسين إن جهة مكتوبة بالشعر إن جهت مكتوبة بالشعر خلنا أقول لك يا شيخ حسين لا إيه طب ما أنا ممكن أقرأ برضو قول لله تبرك الله في سورة النحن والخيلة والبغالة والحميرة اللي ترقبوها وأقول أنا عايزك شيخ حسين عشان أركبك أقول لك ما هو نفس السود اللي كنت أنا عايز أركبه فتقول لي لا 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 أنا ما هتركبش أقول لك لا thank you أنا أنا قرأتها من القرآن شيخ حسين والخيلة والبغلة والحمير السستان والشيخ حسين وصادق الشرازي مش هينفع فصل القرآن على هوا هو ممكن تيجي آه شوية بس برضو مش هينفع عشان كده شيخ حسين ما تلعبش مع عرم الفلسفة والمنطقة اللي انت ده رسها دي في الحوزة لفها كده وحطها في ودانك وخليك وركز معايا شيخ حسين يا سباب ام المؤمن عائشة اللي كل يوم بتخش تسيب ام المؤمن عائشة رضي الله عنه وانت شيخ كبير معروف في الحوزة ممكن تقرأ للآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تقرأ للآية اللي قبلها ان تنصر الله ينصركم وينصر كتابكم ألم يكن رسول الله ناصرا لله هو والصحابة وذلك وزموا في معركة عحود ايه ده انت بتدرب القرآن ببعضه يعني انت عايز النبي صلى الله عليه وسلم طيب الله سبحانه وتعالى مش النبي قال من قال بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شام في الأرض ولا في السماء واسمه لا يدره شيء والنبي مريض هل يبقى كده النبي صلى يبقى القرآن خطأ يا سيخ حسين انت الحد انت ملحد عاجي اجل لك بس انت عاجي ان يقول لك ايه بس انت الحد يا حسين الدعم ولا ايه انا كنت سايبك معم من برح الشيعي بتروح الحسينيات الحد ولا ايه ما الله قال وما النصر الا من عد الله في اسباب للنصر بمخولف امر النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الرما من على الجبل لم حدثت الهزيمة لكن في الاخر النصر كان حليف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لان الله تبحانه وتعالى قال وَإِي يُريدُوا ايه اسمه يا شخ حسين بقرأ القرآن وَإِي يُريدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ما لك شيء بالله عليك ما تفكرني بالخيل والبغال والحمير الآن خليك الآن هتتركب بس في الآخر ماشي وَإِي يُريدُوا أَن يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فالنصر الذي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أيده الله بنصره بالنصر أيده الله وبالمؤمنين فالمؤمنين هؤلاء فالمؤمنون اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا بسألك من هم المؤمنين اللي النبي صلى الله عليه وسلم أيدهم الله بنصر النبي صلى الله عليه وسلم تفضل ما عدنا مؤمنين خربت أبو بق تعالى بس انت ما عندكمش مؤمنين المال من اللي هؤلاء اللي الله سبحانه والله العزيزينا خايف لتكون الحد انت معمم كبير يا شخحش انت انت معمم في الحوزة فوق يا حسين هيديع المتعة فوق يا حسين هيديع الخمس فوق يا حسين انا عارف ده تلوقتي اصل لا تنفع لمتعة ولا حاجة انت رجلك والقبل بس انا عايز افاهمك دلوقتي ان في مؤمنين كان بينصر الله تبارك لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة من هؤلاء المؤمنين لقد رضي الله شنو عن المؤمنين اذ كمل اذ ماذا شنو كمل اعيا كمل اعيا مش حافظها انا بحفظ لطميات لا دي خليها بقى انت عمزة التحقيقات المو يا شيخ حسين بس الوقتي الله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين ما ينكدو على نزه وما محمد الا رسول قد خلت من قبيه الرسل اه يعني انت عايز تدرى انت تتكلم كده ليه يا شيخ حسين بالله عليك ما تبقاش نايا كده شيخ حسين انشف كده انت رجال قول لنفسك انت رجال وما تعدش بحدك بقى بحالتك دي ما تعدش مع المعاممين لوحدك عشان خلت ما تعدش مع المعاممين لوحدك وخليك وانشف كده خليك رجال يا حسين يا انت شيخ كبير انت ده انت في النبوية الله يرحم ابي ويهديك ويهدي اللي جايبين امك خلينا بقى نرجع انا وانت انت عايز تدرب القرآن ببعضه ببعض وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم هذه نزلت في غزوة احد بعدما شيعة خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان النبي قد مات فمنهم من طرق القتال ومن انهارت قوى ولك انت تخيل شيع ان النبي مات وكان الصحابة لسا تاني غزوة للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الاية عتاب منهم ونزل العزاء عليهم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون يا اصحاب محمد لانكم تربية محمد صلى الله عليه وسلم مش الشيخ حسين تربية الخيم فدلوقتي هؤلاء تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمشيخ خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ترقوا القتال وانهارت قواهم وما شبث فنزلوا محمد الى رسولهم قد خلت من قبل رسول افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم لكن صحابة النبي يا شيخ حسين ما انقلبوش على اعقابهم لان بعد هذه الغزوة اتت غزوة وغزوة وغزوة حتى اتى حفر الخندق واجتمعت الاحزاب على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوات كثيرة بعد غزوة احد لكن انت اخرك الغزوة اللي تعملها انك تلف على واحدة وتاخدها متعة ثلاث دقايق لان انت اخرك ثلاث دقايق فالمهم دلوقتي هؤلاء صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ارجع واسألك بقى نفس السؤال اللي انت هربت منه وايه يريدوا ان يخضعوك هؤلاء في صنح الحديبية هؤلاء المشركين في مكة فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين من المؤمنون هنا عرفني من هو هؤلاء المؤمنين يا شيخ حسين علي ابن عبي طعال جميل جدا ومن تاني بس هنكمل الآية وقلف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميع مألفت يبقى الايه شيخ حسين بيقولك علي ابن عبي طالب بيقوم بثلاث ادوار دور الامام علي ودور الامام علي مختلف مع الامام علي ودور الامام علي بخصم الامام علي فجيت بقى الله سبحانه وتعالى ألف بين قلبي علي والامام علي وعلي ابن عبي طالب ساح؟ حسن حسن ايه خربت أمو نبهاء يا عام انا قلت لك يا شيخ حسين بقى والخيلة والبغالة والحامير اللي تركبوها انت مش للحسينية انت يا شيخ حسين عملت نفسك عايزت تشد من ودانك وتحط اللي جاب في فمك وتشد يا شيخ حسين انت كده دعية على ابواب جهنم كيف احسن كيف الامام علي وقلف بين اقلوبه لو انفقت ما في الارض جميع ما قلفت بين اقلوبه كيف يكون الامام علي فقط هو انت بتفكر من حتة لزاب التحقيقات كان مع حامير المشاكل البخاري يقول ما ينجو منهم الا كهم للنعم طيب من بقى دلوقتي فان حسبك الله هو الذي قيدك بنصره وبالمؤمنين كيف يقول المؤمنين الامام علي والله يقول وقلف بين قلوبهم كيف الامام علي كيف어주 الله بين قلبي علي ابن ابي طالب وبين من اتبع الامام علي يا عام انا مع ايه يا عام انا مع ما ما دي في الزريبة بقى يا شيخ حسين بقى روح مع به في الزريبة يا عام بقى مفيش خالص كده ما ينفعش خالص يا شيخ حسين. خلينا اظهر لك الاية. معيف. معيف. ودعتك ازباع. ودعتك ازباع. ممعنى? دعتك ازباع. دعتك ازباع. دع دع. لا لا ما تحلفش بغير الله تبارك وتعال. خلني بس ابين لك يا شيخ حسين ايه. ابين لك الاية يا شيخ حسين ممكن? ام. بالله. بالله. طبع? انت انت حافز ايه من الكران يا شيخ حسين؟ حافظ قراءة عبدالله لا لا ما بقى أسألكش على قراءة شفت لازم كل أنا بقى أنا مروض المعممين فأنا بفضلة بعرف روض البهاي هتيجي تلف كده في الحوار أقولك أنت حفظ هروضك بس بالله عليك ما ترفز يا شيخ حسين الله وشددك من ذلك كده ما ترفز اقرأ الآية كده أنت حفظ قد إمني القرآن الأول عسل اسمحني اسمحني يا حاوة يا أيها الرسول لا لا ما سألتكش في أي ومش هفتح شبها تاني يا شيخ حسين يا شيخ حسين أنت شيخ كبير وعوامي الشعب يسمعهم إحنا عايزين نعرف أنت حفظ إمني القرآن الكريم ممكن تقول لي حفظ إمني القرآن الكريم يا شيخ حسين ما أحفظ كلا هنده دي طب إزاي يا شيخ حسين والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتمسك بالكتاب والعطرة كيف وإنت لم تتمسك بالكتاب كم تحفظ إما بتصلي بتقرأ من شنو يا شيخ حسين إما بتصلي بتقرأ من شنو يعني الإمام إمامك الثاني عشر ما سأب لكش قرآن ما ما ينفعش تصلي بأي واحدة يا شيخ حسين طب ممكن تقرأ لنا يا شيخ حسين قاية القرسي ممكن تقرأ لنا قاية القرسي لأ الناس عايزة تسمع القرآن بصوتك بصوتين صوت جميل لا والله يا العزيم والله يا العزيم قريب من الحضار أيوة هي أيوة شفتم معامل أيها العزيم سبحان الله إن شاء الله نضع عليك بردع بس بعد الحلقة العيال عنده عايزين يتفسح شوية وإحنا في العيد بقى ومعنديش وقت قولت أطلع البس أطلع البس فعايزين بقى أن تفسحه يا شيخ حسين نبقى نركبهم شوية كده فإن شاء بس هو عاد تدرد يا شيخ حسين كما فعل زرارة بلاحية الإمام فأنا مش عايزك يعني إن شاء الله نأجرك أنت بتتأجر قد إيه فاضي قد إيه يعني ممكن نأجرك ساعتين ساعتين ونديك عشرة دولار إيش لقياك ونركب العالي الصغيرة بقى ويشيدك من ديك يلا يا حمار والله دا اللي يلايك بكم يا شيخ حسين افتح بقى القرآن يا شيخ حسين الآية رقم 62 من سورة الأنفا خلاص هذرنا بقى يا شيخ حسين افتح الآية رقم 62 في سورة الأنفا يا شيخ حسين سعر 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 يا شيخ حسين خلي الحركات دي بعد البس إن شاء الله افتح الآية رقم 62 في سورة الأحزاب كده يا شيخ حسين 62 خنقتني يخرب اقرأ يا شيخ حسين بقى الآية رقم 62 شين هو الكرسي شين هو الكرسي شين هو الكرسي موضوع القدمين ما السنة مش دا موضوعي الآن يا شيخ حسين اقرأ الآن الآية رقم 62 من سورة الأحزاب ممكن تقرأها للناس اقرأ لهم الآية رقم 62 من سورة الأحزان ممكن انت بالله عليك انت بخنفل يا شيخ حسين اوعى تجيب لي العال زوكاما شيخ حسين اوعى تجيب لي العال زوكاما انا كده هخوف ابقى لبس كمام احنا هم بيبقى شير شير يا عم حسين شير ويدوك العم وإيه خرب بيتك ده هيدوك عبد الشلوق فبقى اقولهم بقى كده خلنا نرجع أنا وانت الآن وارجع واسألك نفس السؤال الآية اللي انت بتقول هي في نازلت فعليه الابنى ابي طالب رضي الله عنه هي الآية رقم 62 الله سبحانه وتعالى انت لو كنت محترم شيخ حسين كنا احترمناك لان انا باحترم المحترم وبعرف اتعامل مع الاشكال اللي زي حضرتك الله سبحانه وتعالى يقول وَإِي يُرِيدُ أَي يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَكُلُونَ كمل طيب ما ينفعشي انا بقرأ اسمع هو الذي هذا هذا لنقول العصر أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب الأقفالها طيب اتدبر بقى القرآن أكمل وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِهِمْ فكيف المؤمنين هو الإمام علي وكيف الله أَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِهِمْ تفضل جايد شي جوا نقول واسعة كرسية ماليش دعوة بدي يا أخري يا عم يا عم انت واكلت ابن قبل ما تتصل يا شيخ حسين هو انت صغير اي صارحني اعتبرني اعتبرني يعني شفت انت على الحمار اعتبرني انه هركبك اعتبرني اي حاجة هوالت وانت صغير كانوا بيعملو لك عصير برسيم يحطوه في البزازة كده اللي انت بترضع منه كله بيرضع حليم وانت كانوا بيحطو لك عصير برسيم يا عم خنقتنا يا عم افهم بقى يخرب بيت أبو البهائي يا عم افهم بقى يا شيخ حسين بقى افهم انت بتقول هو الإمام علي الله سبحانه وتعالى انت صوتك بتعمل صوت الغوريلا كل شوية لو مع اي حد هيخاف فدلوقتي الله قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وقلف بين قلوبهم انت قلت وقلف بين قلوبهم اللي هم أتباع الإمام علي صح؟ اتباعي اه؟ اتباعي خضع خضع ودي الجلده رقم كاملا ما بعدش بقى لا سمحت الغوريلا يا سمحت شيخ حسين لا لأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقلف بين قلوبهم لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت ما ألفت ايه؟ بين قلوبهم فالله سبحانه وتعالى كلام على صحابة النبي الله بيقول له يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلي على النبي يا شيخ حسين كده ما تبقاش عادي زي اللوح كده زي الجدار يا عد اسمع بقى حسين بقى اسمع انت تلعت رجل رم فدلوقتي الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم لو أنفقت يعني يا محمد لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الذي ألف بين قلوب الصحابة الله وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت لو أنفقت ما في الأرض جميعا لا بتستطع أن تؤلف كنوز الأرض لا تستطع يا محمد أن تؤلف بين قلوبهم فكيف انك تقول دول هما الشيعة يا شيخ حسين أنت شايل أخك وحاتة فردة حياة أتكلم؟ لا أتكلم بس في نفس الآية أتكلم في نفس الآية يا حسين دلوقتي الله سبحانه وتعالى قال وألف بين قلوبهم لأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم من هؤلاء هذه الآية بالأخص هي تشمل مجرور الأنصار ولكن بالأخص تشمل الأنصار اسمع اسمع بقى اقعد تعلم بقى يا شيخ حسين اقعد تعلم موسيبك من البرسيم والحاجات اللي بتتعلمها في الحسينيات دي هالآية نزلت في الأوس والخزرج الأنصار الأوس والخزرج كان بينهم قتال وثقر كبير سنوات وسنوات حتى أطفقها نور الإسلام فالله سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أنفقت ما في الأرض جميعا ما تستطع أن تؤلف بين قلوب هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الذي ألف بين قلوبهم هو الله سبحانه وتعالى لذلك الآية اللي بعدها الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي حسبك الله الله هو من اتبعك من المؤمنين من هؤلاء المؤمنين اللي اتبعوا النبي حسبك الله من اتبعه أحسن الذين تمسكوا من؟ من هم؟ من هم؟ الذين تمسكوا بما والولاية والإمام من هم؟ من هم؟ من هم؟ من هم؟ ولو كان اثنان لو يكفيني عمار وسلمان طيب جميل جدا عمار وسلمان الله سبحانه وتعالى يقول يا أي الآية اللي بعدها على طول يا أيها النبي يحرض المؤمنين يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال من هم بقى؟ كان عمار وسلمان بس اسمع باقية الآية إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين أكمل الآية كل ده في آية واحدة وإياكم منكم مئت يغلبوا ألفاً من الذين كفروا فأنا دلوقت عايزك تذكر لمئة من الصحابة المؤمنين اللي النبي كان بيحردهم يحسين كمل كمل آشوكم بغبراش يقول لا مش هكمل كمل انت دي والله لحزيم الماعز بيعمل كده الخروف قبل ما بنقبعه في العدوة من اللي انت بتعمله ده إيا شيخ حسيني هو أنت مولود في زريبة هو أنت إيا شيخ حسيني الأصوات اللي بتعملها دي إما تروح أدكت الحيوان خلهم يحطوك فأفص وريحنا بقى نرجع تاني دلوقت تذكر لمئة الله سبحانه وتعالى قال إياكم منكم عشرون يغلبوا مؤتين وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفاً فممكن تذكر لمئة بقى؟ تفضل لسه 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 لا لسه 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 لا لسه 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 نقول علم الله بكم سبق أفلك أهل فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين إنت اللي قلتبت نفسك اذكر لألف واحد من الصحابة مرتدوش يا حسين أتسمي أتسمي أتكلم أذكر لألف إنت معجبكش المية اذكر لألف بقى من الصحابة أتكلم نعم إن هاي أداة شرط مو أداة توفيد إن يكون منكم مئة صابرة ما قال وإن منكم مئة صابرة جميل جدا يبقى أداة الشرط دي يبقى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من مئة صابرين والله قال لو فيكم مئة يغلبوا كذا ولو فيكم كذا يغلبوا كذا أليس كذلك يعني لو قلنا مثلا عدد الصحابة في غزوة بدر تقريبا 313 شخص وعدد المشركين كانوا أكثر من ألف فهل الصحابة اللي كانوا في غزوة بدر هل هؤلاء كانوا صابرين ولا لأ الصحابة ما تصروا الله صحابة تعالى تزيلوا خمس هلاف واحد الملائكة الله أكبر يعني الإمام علي هو اللي كان بيغلب كانوا بينتصروا بالإمام علي جميل جدا يحسين ليه بقى أن هزموا في غزوة أحد زي ما أنت قلت لي من شوية للإمام علي ما نصرهمش ولم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم والذي يستطيع أن ينصر النبي ولا ينصر النبي فهو كافر في دين أمك فدلوقتي هل انت قفرت الإمام علي لماذا لم ينصرهم في أحد يا عبد أحسين بلا عليك بلا السوت الغوريلا دا يا عبد وما أنت بتخوفنا عشان أسكر الخط فيه يا حسين ما تهدى كده وخليك رلاكس هارجع واسألك تاني دلوقتي بقى الصحابة في غزوة أحد انت قلت انهزموا كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم فللإمام علي هل انهزموا بسبب الإمام علي الإمام علي هزم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لأن الذي كان ينصر النبي في الغزوات هو الإمام علي فللإمام علي هزم النبي تفضل النبي نفس الإمام ما ليس دعوة النبي بدأت التهتئة هوّد وتتحرم يا شيخ حسين عرفت من الإلزام قوي خلق تلف بس وحشدك من دي لك دلوقتي دلوقتي بقى الإمام علي يا شيخ حسين هو اللي بينصر النبي زي ما انت قلت وفي غزوة بدر كان 313 والتانيين 1000 بس انتصروا بالإمام علي وبالملائكة وبعدين الإمام علي داخل ليه الإمام علي سبهم ينهزمون في غزوة أحد وسب النبي ينهزم تفضل يحسن ملائكة تشد بلا صحيح نصروا لهم معا سروا الملائكة أحد أحد الإمام علي سبهم ليش عساني عارجي عليك عليك مش عمي مش عمي مش عمي البتاع دا بيتقفل منين امشي يا عم حسين امشي يا عم دا معمم كبير في الحوزة يا الله والله عصب والله عرج والله عرج معمم كبير في الحوزة وكلش رجب منديل وقول هيفهم هيفهم لا نفسه الحلقة تخلص عشان يتركب عايز العائل يركبوه دا مش عقل بشر خالص انت بتعد تحت قدمه ازاي في الشيع في الحسينية هو غلوه غلوه في الإمام علي رضي الله عنه فقط لان نظروا الى النقص اللي عند الإمام لان الإمام علي بشر فاي بشر بشر لابد ان يكون فيه نقص البشرية مع مكاناته رضي الله عنه سيدي ومولاي علي بن عبد فقالك لا لا يصلح احنا عايزينه إله عايزين نصنعه إله فانقروا كل شيء في صفاته البشرية وجعلوا إله لكن شفتوا الأدلة من القرآن الكريم وهرب وإيه يريدوا ان يخدعوك هؤلاء المشركين مشركوا قريش في صلح الحديبية فإن حسبك الله الذي أيتك بنصري وبالمؤمنين من المؤمنين بقى النبي كان رايح صلح الحديبية واخد عليه ابن أبي طالب بس أين عقول هؤلاء والله أنا خائف لتكون في الزريبة كان معكم ضيفنا سمحة المعمم عيط الله حسين الدعمي اللهم أهد الشيعة وخذ أيديهم إلى نور التوحيد ولا تنسوا نشر الحلقة